خريطة جديدة من تغيير المسارات تشهدها حركة الملاحة في مطار رفيق الحرير الدولي بعد الطلب الروسي باستخدام المجال الجوي المقابل للأراضي اللبنانية بهدف تنفيذ مناورات عسكرية لمدة ثلاثة أيام. مصادر ملاحية في المطار أشارت إلى أن كل الإجراءات اتخذت لتأمين مسارات جديدة وآمنة للرحلات بحيث تتجه نحو الصرفاند ومنها إلى قبرص وأن هذه المسارات سيترتب عليها فقط زيادة مدة الرحلات نحو ثلاثة أرباع الساعة إلى دول أوروبا والخليج العربي. ورغم أن مصدر في المطار أشار إلى أن حركة الإقلاع والهبوط تسير بشكل طبيعي وعادي إلا أن شركة الطيران الكويتية ألغت رحلاتها وذلك حرصا على أمن طائراتها وركابها. الخطوط الجوية الكويتية ليست الوحيدة في المغرب، الجزائر، أبوظبي، كزابلانكا، موسكو والبليجراد ألغت رحلاتها أيضا من وإلى لبنان فيما عمدت شركات أخرى إلى التأجيل. فجأة قلنا بقولنا أنه لطغت الرحلة عادي يعني ما كانوا عادي أنه ما بقوا في رحلة. ما همون شو وين الرحلة وكيف وليش خلاص ما بقوا في رحلة. وين كنتوا رايحين؟ كنا رايحين على إسطنبول. واللي رجع صار أنه من بعد ما لغينا كل شي رجعوا دقولنا وقالونا رجع مش الحال. باقي بلاد العالم ما بيصير معها هيك. نحن البلد اللي دايماً عآخر اللي يستي يعني ما بين حساب لنا حساب. قصرنا نهار كامل كان لازم نمشي الساعة سبعة الصباح بس هلأ يعني طايرتنا عالس ساعة خمس ونص يعني حرام. الناس كانت طالع عندهم ويكي عند هلأ عيد الاستقلال نهار تانين جاي عطلة. يعني الناس هلأين يطلعوا ثلاثة يام يقضوا رح نهار من الثلاثة يام. فنمشان هيك. العدد الأكبر كان سلموا قبضوا يطلع. على أساس نطرين عادي. هن جايين من سدني من أستراليا. وعا أساس الطيارة توصل 12 وربع. قرار موسكو أفاد بأن العملية لن تستغرق أكثر من ثلاثة أيام. وأمام السيادة اللبنانية التي انتهكت هل تبقى الخطوة الروسية استثناء أم أنها ستتكرر مرة جديدة. المناورات الروسية أحدثت بلبلة في مطار رفيق الحرير الدولي. بين رحلات ألغيت ورحلات تم تأجيلها تبقى الأنظار مشتودة حول ما ستقول إليه الأمور في الأيام المقبلة. غيدا شبيلي تلفزون مستقبل.